وصلت إلى ميناء رفح البري قافلة بيت الزكاة وصدقات المصري بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تتكون هذه القافلة من أربعين شاحنة محملة بالأدوية والمواد الإغاثية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة أوضح الأزهر الشريف أنه من المقرر أن تعبر هذه القافلة إلى الجانب الفلسطيني وذلك في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق تحيا مصر في قافلة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية التي أطلقتها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي